المريض بقى عنده سكر خلاص تأكدنا انه عنده سكر ايه هي الاسس? اسس التغذية السليمة لمرض السكر كلهم يعني ايه الشيء ايه يزيب اقول جلد ستندرد يعني طبعا لازم اي حد عنده مرض السكر لازم قبل ما حدد له التغذية بتعتمد على التقييم الغذاء يعني لازم كل واحد اللي على حده كده يتقيم التقييم ده عبارة عن ايه? بقيم حالته المرضي ما في ناس عندها سكر بس في ناس عندها سكر وضغط وكده وفي ناس عندها يوريك اسد عالي في ناس عندها اي حاجة في الكلة فلازم يبقى فيه تقييم كامل التقييم ده ممكن فيه تقييمات جسمية يعني اعرف وزنه وطوله ومحيط الوسط بتاعه وكده فيه تقييمات غذائية اعرف النمط الغذاء بتاعه ازاي هو بيأكل صحة ولا غلط بيحب بيذاكر بالليل ويطول الليل سهران وياكل بيأكل قصادة التلفزيون بيأكل برا في رستوران كتير لازم اعرف النمط عشان انا حصلح الحاجات الغلط عدد الوجبات نفس احنا بنحل الحاجة اسمها استرجاعي 24 ساعة بنعرف هو بياخد قد ايه تقريبا سعرات قد ايه من نشويات قد كده وبنصلح الكلام ده كل ما ينفعش بقى اعمله من غير الكلام ده لان الناس مختلف وممكن واحد تالت حاجة بقى التقييم المعمالي كل الجسم كل السيستم اللي في الجسم الاجهزة الجسم لازم اعمل فحوص عليه وظائف كلا وظائف كابت دهون الدم كل الحاجات دي المعمالية دي مهمة جدا ان انا اعرف برضو ان زي ما حضرتك لو واحد جالي هما انتنين نفس الوزن بس واحد عنده كوليستيرو العالي والتاني عنده مثلا دهون ثلاثية التغذية هنا غير هام فدي مهمة جدا المواد المهمة زي البيتامينات البيتامين دا لا يعني مثلا الناس مش فاهمة الدهون الثلاثية دي مش مصدرها دهون بس مصدرها نشويات فيبقى هنا لازم اخد بالي مثلا كده فانا قصدي ان التغذية العلاجية بقى مختلفة في الحالة دي عن الحالة دي عشان كده التقييم ده اساسي فبعد ما بعمل التقييم ده بحط كمان في الاعتبار الحالة الاقتصادية والمادية بتاعته عشان ما حط لهش اكل ما يقدرش يجيب بحط في الاعتبار نمط الحياة بتاعه هل هو مثلا ممكن واحد يكون بيشتغل طول الليل وينام طول الصفح ممكن واحد بيلعب مجهود رياضي مثلا او شغلته فيها رياض كل واحد بتتفصل يعني زي ما احنا بنفصل الدواء على فكرة ممكن يبقى دواء كويس جدا بس لحالات معينة ما يبقاش مناسب للحالة دي فاحنا دايما بنفصل الادوية او الانسلين بعد كده بنفصل الغذاء على النمط ده كله وعلى التقييم وعلى الادوية اللي هو بياخدها والنشاط البدني بتاعه وكمان بنعمل بنفصل النشاط البدني لان مش كل الحالات بيبقى يتنصحوا بنفس النشاط البدني الواحد بالرياض فيبقى الاهم حاجة الموضوع التقييم ده قبل ما ابدأ اقول انت تاكل ايه وما تاكلش ايه طبعا يبقى بعد كده احنا بنقول عليها individualized يعني كل واحد على حد ففي الحقيقة دايما نقول اي حد بيدي وجبات جاهزة كده يبقى ده سوري يعني مش فاهم مش فاهم واشتغل غلط ممكن ادي حاجة جاهزة كguide line ارشادات تشعب ما يد ايه نوع الزيوت الكويسة كده لكن ان انا الواجبة المتفصلة دي لازم تتفصل عليك طبعا على حسب الحاجات اللي انا قلتها دي كلها طبعا بعد كده بقى بحسب بشوفه هو عايز يدخن عايز يخس عايز يثبت وزنه ايه المناسب ليه وبنحسب له هو محتاجة ايه ونديله بقى الاكل الصح طبعا الحاجة المهمة اللي لازم مريض السكر فان ما فيش حاجة اسمها اكل مريض سكر مخصوص هو الاكل الصحي المريض السكر هو الاكل الصحي للشخص العادي واحنا عملنا حلقة عن التعايش مع السكر قولنا الاسرة كلها لازم تكفي الاسرة الاسرة لازم تشارك بدان في مريض سكر بالذات النوع التاني طالما فيه واحد جاله نوع تاني بقى انا اخواته معرضين وولاده معرضين وكلهم معرضين للمعرض ننتهز الفرصة ونأكل كلها اكل صحي وهو ده الاكل الصحي للشخص اللي معندوهش حاجة فالص عشان لو هو ما كلش كده هيجيله فاحنا بنقول اي هو الاكل الصحي للناس كلها المتوازن من مجموعات الاكل للطعام المختلف احنا عندنا ست مجموعات من الطعام مفيش حاجة مفيش مجموعة احسن مجموعة لازم يبقى متوازن منه يعني مجموعة النشويات دي اساسية على فكرة عشان فيه ناس يقولولهم ما تاكلوش نشوية بنعوا النشويات خالص لا ده غلط خالص النشويات اساس وجبة مريض السكر يعني 50% من الوجبة بس طبعا النشويات معينة نقول عليها من النشويات مركبة يعني لمريض السكر احضل من الرزل القبيل هي بقى المؤشر السكري بتاعها يا بقى ايه واطي فنشويات ايه ده اساسي في مريض السكر بس عندنا احنا مشكلة في مصر يعني احنا لو بنقول كده بيأكلوا اكتر احنا لو نيجي نحسب نلاقي المفروض الشخص العادي اللي مثلا ليه 2000 سعر و2000 سعر ده كتير مفروض ما يعديش مثلا رقفين عايش في اليوم في اليوم كل في اليوم كل هو لو ده ممكن واحد يأكلها في واجبة عشان كده احنا النشويات مهمة بس احنا بنكون له اكتر من احتياجات على اي حاجة فطبعا هو المحتاج ان هو يروح لحد اخصائي تغذية يحدد له الكميات وبرضه واحد ليه رغفين واحد ليه رغفين ونص واحد ليه كده على حسب بقى التقييم اللي احنا اتفقنا عليه في الاول المجموعة التانية مهمة جدا طبعا الخضروات والخضروات انواع يعني محدش يقول لي مثلا بسلة دي انا بعتبرها خضروات نشوية يعني احطها مع الستارش لكن الخضروات اللي هي غير نشوية دي يعني نعتبر مفتوضة سبانخ مثلا اي حاجة ما فيهاش النشا كتير فهي ده ده اللي بنعملها الفكهة مهمة بس بشرط فكهة بالقشرة وعدد معين من 3 ال 4 سمرات في اليوم بكتير واللي هي قد كرة التنس كده الفكهة فركتوس فركتوس ده في الكابت بتحول لسك فاحنا يعني ايه الفكهة مهمة بس بالقشرة طبعا العصير الجديد في الموضوع انه مفيش حاجة ممنوع لمريض السكر بس بمقننة اه يعني العصير احنا مش بنحفز ان مريض السكر ياخد عصير الفكهة بشرتها طبعا افضل بكتير بس لو نفسه في حبة صغيرة ما فيش مشكال ويتتحاسب من الاحتياج بتاعه طبعا فيه مجموعة اللحوم وبدائلها والبقليات اساس بدائل للحوم اللحوم بقى بقى نوحها لها احمق سمك بيد اي حاجة من الحاجات دي وطبع الالبان برضو وبدائلها وفيه مجموعة الدهون مريض السكر الدهون مهمة جدا بس لانه دهون برضو لازم يبقى فاهم مش الدهون فيه حاجة اسمها دهون مشبعة وفيه دهون صحي دهون مشبعة اللي هنمتكلم على الزبدة وبرضو مش ممنوع انت لغاية مريض السكر لغاية السبعة في المية منها الحاجات دي لكن الدهون الصحية المفيدة بقى اللي هي بتاقي وتحمي زيت اللي هي وحداية دي زي زيت الزتون زي مثلا مكسرات زي الفول السوداني بس طبعا مش كيس مش ربع كيلو هي عشر وحدات بنعتبرها مقدار يعني عشر يعني فلما نيجي ناخد ناخد كبشة يعني طبعا مش هقول المكسرات بقى غالية خلينا في السوداني في حاجة اسمها زبدة تفول السوداني برضو دي مفيدة جدا والوقتي موجودة يعني الواحد عايز يستمتع باكله ممكن ياخدها صحية وفي الافوكاتو ده الوقتي ما بقاش حاجة غريبة موجودة في كل حتة والزتون وزيت الزتون يعني دي الحاجات دي مهمة جدا لمريض السكر ولأي حد بصراحة في الدهون التانية بقى اللي فيها اوميجا سري و اوميجا سيكس برضو زي زيت الحار ده مهمة جدا برضو طبعا الأسماك بزور الكتان بيقولوا كمان جميلة هي الحار هو الزيت بزره هو زيت الكتان هو زيت بزره الزيت اللي هو الفليكس سيد اويل هو الزيت الحار اللي هو زيت بزره بس تعموا يمكن بعض الناس ما تحبش تعموا نستعمل البزرة نفسها الأسماك بقى أساسية للمريض السكر لأي حد بس دايما نقول الأسماك المدورة دي بتبقى هي فيها نسبة الأوميجا سري كتير أكتر و كم